على طويلة لجنتين تعديل الاتفاق السياسي تتبعثر أوراق مقترح تعديل هيكلة السلطة التنفيذية المتمثلة في ألية اختيار المجلس الرئاسي بل بقي الجدل بشأن ما إذا اتفق الطرفان بالإجماع من عدمه فبعد اتفاق الجسمين على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي رأى عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن اتفاق مجلسي نواب والدولة محاولة لقطع الطريق أمام الانتخابات التشريعية المرتقبة وإطالة عمر المجلسين في السلطة الشاطر قال إن هذا الاتفاق سيعمل على تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور والإضرار بالدولة واستغلال معاناة المواطنين عضو أخر بالأعلى للدولة هو دريس بوفايد علق قائلا إن بيان لجنتي الحوار لا يمثل مجلس الدولة مجتمعا باعتباره حدد مهام السلطة التنفيذية الجديدة وهي التهيئة للانتخابات دون الإشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وهو مبرر لتهرب البرلمان من الاستحقاق وفق تعبيره أما عن المادة الثامنة أشار بوفايد إلى أن مجلس الدولة أجل النظر فيها بينما لجنتات توافق أقحمت المؤسسة العسكرية في البيان في إشارة منها إلى أن المجلسين توافق عليها في الوقت الذي لم يتوافق المجلس على تركها للنقاش في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة على الجانب الآخر المثمثل في البرلمان أكد رئيس لجنة الحوار عن البرلمان عبد السلام نصية أن الخطوة القادمة بعد التوافق تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الأعلان الدستوري وهما يطرح تساؤلا عن مصير المشهد السياسي في البلاد بعد جولات حوار أفضت إلى اتفاق ثم جدل وقد يصير رفضا إلى المرحلة النهائية المحطة النهائية وهي إجراء انتخابات